نروح بقى لحتة تانية خالص الناس للماتش اللي فات قدت حكمها على ميستر ريكاردو سوارش قدت حكمها على ميستر ريكاردو من اول مباراة هو الراجل لسه جاي اول مباراة يعني جاي من يومين مش المقصود اول مباراة بس هو جاي من يومين كان واقف على الخط بس الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي لما يتحطي تشكيل اكيد ملوش دور اكيد كابتن سامي اومسان هو اللي حط التشكيل ولكن ممكن ممكن يكون ميستر ريكاردو مثلا قال له ايه لا انا عايز العب بالاساسين الماتش داو انا عايز اشوف الاساسين الماتش داو انما ميستر انما كابتن سامي اومسان هو اللي حط التشكيل اكيد طيب الاضارة الفنية كانت من برا انما الراجل كان جاي قبل الماتش بيوم فتحمله مثلا الاداء بتاع الفريق وتقول ان هو مسؤول احنا عارفين ان في بعض الفترات كان الاداء ما كانش كويس ماشي بترجيت ولكن انت حققت الهدف اللي هو داني دي ماشات كاس وماشات الكاس يا ما شفنا مفاجئات ضد الفرق الكبيرة انت عديت وكسبت المباراة ووصلت للفاينة حققت الهدف من المباراة الاداء تحكم على الراجل في الماشي ده تحكم على الراجل في الماشي ده عشان اداء الفريق ما كانش قد كده مين اللي قال كده الراجل جاي قبلها بيوم احكم عليه تاني يوم ده مش قبل خمس ست ماشات ده لازم قديره مثلا فترة بتاعت شهر قلعب فيها خمس ست ماشات وبعدين تبتدي بصمة الراجل تطلع مش تدريب ومباراة وتقول لي ده الراجل يعني الماشي بصراحة خرج نص نص وكان فيه سلبيات كتير الراجل ده وشكله راجل ايه مين عنده عقل يقول كده مين يقول كده مين يقول ان الراجل جاي النهارده احكم عليه بكرة هو ده منطق والمنطق احكم على مدرب من ماتش او تاني ماتش لا ده مش منطق طبعا